انطلقت اليوم فعاليات الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعة الإسلامية بأكاديمية الأوقاف لتدريب الآئمة حيث ترأصت مصر الأول مرة منذ 45 عاماً اتحاد الإذاعة الإسلامية تعرض الدورة بمشاركة نخبة من رؤساء ووكلاء ومدير الإذاعة الإسلامية وكبر المسؤولين والمذعين بها بإجمالي 25 مشاركاً من 21 دولة ولمدة عشرة أيام مواجهة الإرهاب وتصريح الفكر المتطرف لا يقتصر على دولة واحدة دائماً نؤكد أننا في حاجة إلى تعاون وطني وإقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب وتصريح المفاهيم الخاطئة وهذا ما نعمل عليه الحقيقة هذه الضوء تعكز على عدة مفاهيم مفهوم الوحدة الإسلامية التعاون الاقتصادي بين الدول التعاون السقافي بين الدول أن نتعاون في مواجهة الإرهاب أن ننسق مواقفنا معاً في المحافل الدولية لاستصدار ميساق ملزم لتجريم اصدراء كل الأديان والمقدسات ترجمة نانسي قنقر